بالذخيرة الحية ونيران المدفعية بعيدة المدى أطلقت الصين سلسلة منورات عسكرية في محيط جزيرة تايوان التي تعتبرها بكين جزءا لا يتجزأ من أراضيها وأظهرت لقطات بثتها وسائل الأعلام إطلاق الجيش الصيني مغذوفات باتجاه مضيق تايوان في سابقة هي الأولى من نوعها خلال المنورات والتي تأتي ردا على زيارة قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي فيلوسي إلى تايبيه واعتبرتها بكين استفزازا خطيرا وفور بدء المنورات أكد الجيش الطايواني في بيان له أنه ملتزم بمبدأ الاستعداد للحرب دون السعي لها هذا وقد توالت ردد الأفعال المنددة بالتحركات التي تشهدها المنطقة حيث حذر وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا أسيان من أن الأزمة بشأن تايوان قد تؤدي إلى ما وصفوها بالنزعات المفتوحة كما ندد الاتحاد الأوروبي بالمناورات العسكرية وقال إنه لا يوجد مبارر لاستخدام زيارة بيولوسي ذريعة للنشاط عسكري عدائي في محيط الجزيرة على حد وصفه من جانبها اعتبر مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفن المنورات التي تجريها الصين غير مسؤولة محذرا من خطر خروج الوضع عن السيطرة وتبقى فرضية شن عملية عسكرية في تايوان والتي تضم نحو 23 مليون نسمة غير مرجح وفقا لمراقبين رغم أن هذه الفرضية تعززت منذ انتخاب رئيسة تايوان الحالية والتي خلافا للحكومات السابقة ترفض الاعتراف بأن الجزيرة والبر الرئيسي هما جزء من صين واحدة